شكرا 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 ها نحن أبسط من جاي읏 لmaal هلا اه تحصل ايه اه هاي مظبوط ايه. هلا ببساططة هاي انه ما في سايد افكت لانه مرات شو بيصير مع مرضة السكر وخاصة مرضة السكر بلانش مع مرات يعني بس يبقى بيه اخد عشر اتناعشر دوة. يعني ممكن تعطي انتيروت. الحكيم ممكن يعطي انتيروت بلا ما ينتبه. اكيد. معك حق فيها هاي دي ايه. بقى هاي دي عم يعني بس نعطي البيضة بساططة وبالبيت. وبهلا عم نوقف ثلاث اربع عنواع ادوية. مش بس هاي. هاي بساططة. اكيد. ومريض السكري اه خاصة السكري اه كتير دقيقين الكلاوي تابعه. يعني ما فينا نوصف له فازو دايليتر مسلا دوة اه مرادة في هالشي. امي الم مرات مش قادرين نصف انتبيوتيك. مظهر. والله مش قادرين نصف هاي. يعني بس تكون الكلوة عالاخر صارت. ما في انتبيوتيك بصعوبة اه نصفه. وخاصة انه اليوم اده واحد يعرف عنده سكري دغري بيقول له الطبيب بتاك تتعايش مع مرادك وهي ده مراد فينا نعيش معه ونتكيف معه. طب معتيني حل مقبيل السايد افاكس. انه لاحعيش مع مرادة ولاح اعمل الضايت ولاحاخد اتويته. خلينا نشوف. طب الاهتراق بشريني شو بعمل فيه. خلينا ن نشوف اخر حالة علاجة ب Ed-industrial. مع دكتور فيرس. اه فعلا هيدي بفور. ما بداع تظهر هي حالة? قوخها متشه. اوكي. هي مش كمان. يعني أنا. انا. والله بن licenceور البسيطة. يعني في بعد اختر من. اوه اوه اوه. اوه اوه. اوه. اوكي هوني. شو عنا? هيدي مريد سكره. مريد سكر لكن نكروز وبتضلو اصبع اكيد مش عنديه. بس لكن نكروزб سوعة. نه. اوكي. هيدي قبل البيتة. وهله عمليم امدي شو heard. قبل ما اعجب. بتر. اه. تنظيف و بتر. خلينا نشوف الصورة التانية. اه. تتشوفة فعلا. مل كأنه نعملها عملية تجميل. ما في نسبة طلعي. طب. متل كان معمول عملية تجميل فعلا. طب هيدا ادي اخدت وقت? هيدا اخدت شي شهر روز. بس? شهر ونص بس قاعد عم نعمل سباة. اي لأ 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 يعني ما تنظيف جي راحي تجهزناها. اي اي اوكي. يعني المحل النيكروز بدنا نشيله. طب هون كمانا تغيروا الاسابة. اي شو لا كان. اكيد. كله. كله كله. صار على زهر. يعني انا هيدا الصورة اخدها من اسبوع. مظبوط. وقت اللي اياه. اي شو بيكون شعوره المريض وقت يرجع يشوف اترافه طبيعية. بلا مش ما بتصدق. ولك بس وصل طلعت عوجه. ولك عم بيين عوجه زغران خمسة عشر سنة. لأ وعبيضحك ومبسوط وكزا. وخاصة هيدا المريض. كم جلسة اخدت? هيدا اخد شي ثلاثين اربعين امكان مع تريتما. بس هيدا وين المشكلة عنده حرام? اجروا تاني مبتورة. يعني وقتلوصل لعندي. اي وقتلوصل لعندي حرام طلعت. يعني بس شفت اجروا وضع دايق. قال الدكتور بني بتروني. هلو قلت له لك ممكن انه خلينا نحاول بالاول. قال لي وخاصة. انا بعني مش منتبه الاجر التاني مبتورة. اه اوكي. انت بتقولي نحاول لانه ليش? لانه ما بدنا نبتور. ما بدنا نبتور. انه لا خلينا نعمل محاولة علاج. اوكي. لانه اغلب المرات. اه في ناس بيتطروا يبتروا وما وما عملوا المحاولة. لانه محاولة انقذ. نا. اوكي. طيب اه بس اللي ما اجري الاولى. مبتورة من شي اربع سنين. ياه. ومن فوق الركبة. كمان. اوكي. طب هلو عبيحط جهاز يعني اذا شلنا الاجر التاني انتهى. انتهى. مية بناء. وبسبب سكر يا عم نتعاية. ايه سكر ايه سكر ايه يعني يصلوا شي خمسة عشرين تلاتين سنة عنده سكر. بس والله العظيم ما بتصدق كيف كان من اسبوع. يعني انت هلأ. وجه وبابتعرفه. يعني احنا من هلأ لتلاتين سنة اه ازا البيضة اه هي الحل يعني احنا اه جيل القادم ما لاحيكون في بتر خالص. اكيد وخاصة مع اهتمام المريض. اوكي. يعني حاليا ان احنا بس نطلع عالتليفزيونيات وبس نطلع معكم. شو هدفنا عبيكون? نوع المريض. صح. يعني نلفط انتباه وانتباه اهله. انه ازا بينتباه ما تفزع بقى ابن البتر. مصبوع. نعم. مش بس هيك يعني نحنا عطول من شدد ومن اللون. كل شخص معه سكري. بلش يحس تنميل. بلش يحس سقوع بالاطراف. بلش يحس ازا مشي تقريبا شي ميت متر تعقيد بعضلة الرجل. هادي بداية نشاف. يعني ممكن يستلحقها ازا بدك بعدل جلسات كتير قليلة. يعني عم نحكي من عشرة لخمسة عشر جلسة بيرجع اه داخل. اي يعني الاهمية يبلش باول سامب تومز. اي اول من الشعور بنعرف احنا بدنا بيدا. علا بعدينا ازا بلش يفقد الاحساس اه نيرو باتي. يبلش ولا حيفقد الاحساس بعد. يا هلأ عم يحدرنا. معنا لحظت كمان عندي كتير حالات. عندهم بس نيرو باتي. يعني يعطينا عصبية. ايه. اوكي اشريين بعضهم ممتازين. بس ما بينام. بالله ما هو الشعور بيجي انزعاج غريب. ما بيحس بيجري. وهيدا لوان بتواصل وتواصل لمشكلة. بهم ما بيحس باجره. ممكن يقربها للدفاية. هلأ بفترة الشتوية كمان واجهتهم هلأ بالكويت وعب وجرهم بيقدم اجره المريض للدفاية. تا يدفى. وما بيحس. بينتبه مرات من الريحة انه عبطولة عجره يعني. طيب. هلأ نحن ملاشنا حديثنا بالعكس. رجاع اللي مزبوط للناس اللي هلأ دورت ممكن وبشك انه بعد في حدا ما بيعرف بالبيدة. شو هو البيدة? شو هال سي او تو تريتمنت? من شو مكون? شو هي هال تابلت الصغير البيضاء? ما هي التابلت الصغير فيها الف وميتان بي بي ام. يعني بتطلع ان جرام بالليتر. من سي او. من سي او. من سي او. طيب ما جسلنا كمان الميتوكوندرية يعني. ما الخلايا كمان بيتنفسوا. الميتوكوندرية هي بتأملنا التنفس. بنص الميتوكوندرية في ستة بالمية سي او تو. واثنان بالمية اكسجن. يعني هي كمان شغلة انه السي او تو تبين انه جسلنا بحاجة لقلمة ما هو بحاجة للاكسجن. ايه. هلأ. ايه. بس نعالج يعني القدمين في وين عظمتها? انه مرات بيكون عنا الانجيوباتية. بتلاقي الشريان الاساسي بعده منيح. ايه. الشريان الرفيعة. اللي متفرعة منه. او متوسطة. هاي اللي مش عم بالبخدام. او اطيان مش. ما فيها. بس تحط. هاي اللي بصير الشعور هو تنميل. يعني هو نحنا منشعر تنميل بتكون هاي. تنميلة من العصب. اه. لانه العصب اول شي بيتعب. اه. قبل الشريان. اوكي. بس كمان ما مع تقدموا المرض شوية شوية بصير عندنا هالمشكلة. بس نسقط الاجر نص ساعة. بالمية اللي هون. بيفتحوا هذي كأنك عطيتي دوة ثلاثة شور يا عمي. ايش. ش هستر على عزيزة. انا مثلا هلأ عندي كيس ايميل. عبعطيه مرتين باليوم. اي في عنا كيات تبقى. اي. ما هو. اي. ما هي. ما هي. ما هي تلات اربع ساعات. ورا الجلسة تلات اربع ساعات. تقوى ما جيت الدم. اوكي. في كيسز كتير 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 دايين. اوكي. لأ هلأ مرتين. عبكرا واشي. بصير عندك سبق يعني. يعني نعمل جلستين بالنهار. اوكي. اول شي حتى نقدر آآ ناخد نتيجة اسرع. هلأ بالاشخاص اللي اللي عم نحكي عنهم اللي بيكونوا يعني راحين للامبوتاشن. راحين للبتر. عندهم غرغرينة عندهم مشاكل كتير. هاي الصورة الحلوة كتير. اي. هي بتفسر كل شي. هي. هي. هي بتفسر التنفس. كيف نتنفس. الانس جيزة تبعنا صار تتنفس يميل. هي وكروس تنرجع هيك نعمل آآ. كروس بنوضع بسبع ليتر ماي. هالسبع ليتر ماي لازم تكون بحرارة الجسم. يعني عم نحكي بين آآ آآ سبعة وثلاثين درجة واربين درجة. خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين. اوكي. وبيحطوا الاطراف اللي اللي بيحاجة لهالعلاج لفترة نص ساعة. على الارجح انه احسن انه ما يحركون هنه وحطينهم بها. اوكي. هالفترة هيدا اللي. ومنرجع من نشيل اجرينا. هلأ لما نشيلهم او الايدان او الاجرينا. منلاقي انه مطرح مواصل نيفول ماي فعلا صار في حركة. يعني الدم عم بتحرك بشكل مزم. لون البشرة بصير روزي. بصير زهري 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 والمال مس كل شي. مش ان هيك الجلسات المتتالية. هلأ باليابان بيقلونا كل جلسة بنعمله بتساوي متل كأنه واحد ركض عشرين ساعة. وهيدا اكيد ما في حدا بيركض عشرين ساعة. شوف قديش دفق الدم. اه جدا مهم. هلأ الجلسات المتتالية هي العلاج. متل ما حكينا. ايي اكيد. اه اكيد بالاول ازا التنميل. بداية النشاف. نا. بيبين على الدكتلر اكيد ببين انه مش عم بيوصل دم او على الاكسيميتر. على الاكسيميتر. الاكسيميتر اكتر شي. بيبين اداش. يعتقي الفرق والدليل انه من ساوي الاكسيميتر قبل الجلسة. قبل الساشن. بدقيقة. اوكي. وبعدها بدقيقة. ما بتسد. بيتبين ببين الفرق. هو الاكسيميتر هو تن المشاهدين يعرفوا هو جهاز بيقيد نسبة الاكسجين اه. هو بغري. المريض في يقشع. انا مرات كتير فرجية يعني بوصل. لا يتأكل. اوكي شوفها. يعني حتى المريض لما بيعمل ليش نحنا عاملين العلبة في عشر اكراس. العلبة في عشر اكراس هن كينية عن عشر جلسات. واكيد لازم ينعملوا كل يوم جلسة. نعم. هن كافلين للمريض يعرف فعلا انه حس بفرق. يعني ازا كان بحاجة بعد الخمس جلسات صار بيتحمس اكتر يعملو. اوكي. ازا رجع عمل دوبلر او الاكسيميتر بيبين انه فعلا رجع دورة دموية تشتغل. مش ان هيك نحنا منشدد ومنقول. كل ما حدا عمل جلسات قبل ما يوصل للغرغرينة ولهالقصصول بيلاقي نتيجة اسراء. حتى لو لا سمح الله انه وصل للغرغرينة. ما يخاف. اكيد فيه علاج. سؤالي لإلك دكتور صحيح متل ما عاد فضل مسيو ايميل واكيد كل اللي عندن هالأمراض من انا شايف الشرايين من امراض السكرية اللي يعني غسله كله وغيره. طب هلا احنا منعرف انه عمر الشريين بيبلش يخطير ممكن عمر اللي خمسة واربعين خمسين سنة. مرة قبل. كمان قبل. طب انا اذا شخص عادة ما عندي اي. كبير بالعمر. ما يعني انه خمسين بالسنة كبير. لا انه بالله شيء كبير. خمسين بالسنة. عريس بالبعاد. خمسين سنة فيه يعمل هالجلسات وشو بتربح ولا لا لا هو. لا لا اكيد بتربحه لانه عادة عن يعني الكنسنترسيون دوكسيجان. ايه. كسيفة الاكسين بالانس جي. بتبلش مرة تحت الاربعين. بس بتبلش بكمية خفيفة كتير لدرجة ما بينتبه. انا مثلا على عمر الخمسين لح بلش اعمل جلسات البيضة. ايه. عمر الستين شو ما بيكون عنده مشكلة. لا اكيد. اكيد يعني من 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 واقف. ايه. احيا الله اه بروسسوس او تغير بالانس جي. من واقف دقلي لاي. لانه من حسن. مم. مجي تدام. بعطيكي مسال تاني. عالوج. لاي بعد الاربعين سنة ان كان سبايا او شباب بتتغير لشي اسمه بيصير فيه تجاوية. هل عم قولوا هل عم نعمل بوتوكس فينا نعمل بيتا كمير. ايه. نو عم قولك ما هي. من نفس المشكلة. بلاوعية الدموية الرفيعة. اللي هي نقول الكولاجين وكزا. ما الكولاجين بده دام لحد تالي. ايه. منشان هيكي بس تخف كمية الاكسجن اللي عب تيجي عليا. بيجي عود. مشان هيكي بنعمل بوتوكس وكزا. بس ازا لدرجة انا عب ادرس شاغلي هلأ. انه ممكن بعدين هيدا القرص بس ينحط بسبع ليتر. بدي انصح فيه غسيل الوجه. خبرني عنا بحباتي. دلانش مش انه نغطس وجنا. اموها. لا ازا بيشيل نغطس بيه. بيحط جات قدامك بس بتضلك متانش ربع ساعة تعملي هايك. وهيك. هايك. هايك. هايدي شالة جدا مظبوطة. لا. لانه طبيا. ايه. مبررة. في عنا مرضى بيجوا بيكون عندهم تشات بيديهم. التخسينيل. ايه. هني بيكونوا جايين تا يتعالجوا لنا شايفي الشريين. بس فعلا البشر بترجع جديد. انا متى نحنا البيضة ضمن قائمة الامور اللي لازم نعملها على القليلة كل ستة شهر في حال ما كنا مريضة بشي بس يعني فوق عفكرة للتعش سنيل كنت سويون على الليزر انا. ايه. بصراحة. واربح لي بصراحة على الليزر. هلا صرنا عمصر. هلا العظيم. هايك. احنا لح نتابع مع اكيد لازم نقول انه البيضة هي سعر الخمس جلسات مية وخمسة عشر دولار. والعشر جلسات جلسة فور فري. مظبوط. العشر جلسات بصيرو ميتين وخمسين دولار اكيد واصلين لعندن. ولمزيد من المعلومات فيهم يتواصلوا معنا ساعة البدن. هلا صرنا نحنا موجودين اكيد فيهم يتواصلوا معنا. من تابع ومازال دكتور او بروفسير فارس مفخردين موجود معنا وهو كتير على علاقة مباشرة مع مرضى السكري لانا استخصصة كمانة بموضوع قدم السكري معاناة معاناة البشرة بسبب الوخز الانسوليني اللي معم تمتصوا متصوا الدم ويعتدل بشكل سريع شوف ما اسهلها الانسجات بين ايدين مسيو ايميل داغر كيف منحضرها وليش هي مفيدة لمريض السكري هي بداية مكنة معمولة شغل ناظر لان شغلتها انو توصلنا الانسولين بدون ابرة هلقات بساطة نحنا منحط الانسولين يلي نحنا بحاجة لقلو ازا كنا عم نستخدم القلم في الو ادابتر حتى تركب عليها او ازا كنا عم نستخدم العشرة ملي كمان الو ادابتر منحط منبرما بهالطريقة هيدي على الرقم النبرما على اتنين يعني منحط قديش اليونت هون في شباك بيقلك مسلا عشرة يونت عشرين يونت صارت جاهزة انو نستخدمها منشيل الانينة منحط الادابتر اللي اللي هو بيساعد على ملمس البشرة وخلينا نفرجيهم انو هي ما بتجروه انو ما في قبل وصارت جاهزة نستخدمها تنحط بطريقة عمودية بهالطريقة هيدي وبتشد عليها هلا في الا افل بشكل انو حتى ازا ضغط فيها ما تطلع الانسولين الا ما تكبسي مزبوط بديك تكبسي على الافل وبتضغطيها بهالطريقة اوكي هوني هوني بروفيسور بياني قديش القوة تبعا هوني بروفيسور اديش اهمية الانسولين وانتا تنزل من الانسوجات غير ما بتنزل من هي عظمتها بشكلتين اولا غير مؤلمة اوكي وخاصا يعني حتى في عنا مرضى كتير صلون عشرين سنة تلاتين سنة سكر وضرورة ياخد انسولين وعنده فوبي من الابري ما بيقبل ولا بشكل هلا عظمتها التانية الطبية انو الطريقة اللي بينزلوا فيهم تحت الجلد بيتوزعوا دغري اوكي بالاول كان عنا مشكلة ولحد هلأ حتى مع الابري ايه تقريبا عشرين لتلاتين بالمية من الانسولين ما بيتم امتصاصه لايه لانهو بس يفوت تحت الجلد ايه بيعمل محل بنص الا ايه بنص اللانسج الدهنية ايه متل بلون بينزلوا ايه بيعمل بيعمل هالبالون ما بيتم امتصاصه يعني عشرين تلاتين بالمية ما بيتم امتصاصه اكيد بينما هاي يعني هاي لفتتلي نظري فيها يعني هوني معاول بعدين بصير يخفف من جلد مية بالمية مش معقول مية بالمية مية بالمية يعني اللي كان ياخد مثلا خمسين يونت حينزل لخمسة وثلاثين اتمنى وثلاثين اكيد ايه لانه هو كيف هيعرف منفحص السكر بصيف حاجة اكيد مش بصيف حاجة شغلة جدا مهمة ضرورة كمان ضوء عليها هي انه بتحافز على الدهون اللي تحت البشرة اكيد حتى ما يصير فيه بوصف سكليروز لعلمنا انه من الحقن ان الحقن بصير فيه سكليروز مبعوض يفوت الانسوجات سير يقرف المريض انو قفلك بطنك يفولك وبدو يعمل الابرة ما عندو حال عن جدا وصرعة الامتشار طبع بلانش فعلا جدا مهمة يعني سرعة الامتشار طبع الانسوجات بتعطيك سرعة لامتصاص الجسم مجرد ما حطي نامت الرذاذ تحت الجلد اصرع بكتير يوطي لك السكرة يعني للاشخاص يلي عندن سكرة مثلا خمسمية وضروري يوطون بشكل سريع حتى ما تنضرب شبكة العين او الكلها هون صرنا عم نحكي ازا كان بالابرة التقليدية عم تاخد من نص ساعة لساعة هون عم نحكي بدقائي طب انا ازا بتطلع بالسعر اللي هو تلتمية وتسعة وتسعين دولار اللي هو مش قد حق موبايل يعني لكون هيك اللي منغيره نحنا كل ستة شهر قديش مريد السكر الواعي لحالته بيصرف منها الاربعمية دولار ابر ابر وادوية وعدم يعني يكون في عنده اعتدال بالسكر يعني هي سعره مقبول هي سعره جدا مقبول نحنا صرنا اكيد متوجدين بعدد كبير من الدول العربية واكيد موجودين باللبنان انت ما فيك تتصور الطفل لما بكون عمره تسع سنين او تمان سنين وعم بيستخدمها قديش فعلا بيعطيك الامبريشن يعني بيعطيك ما هي اصلا ترفع له معنويات ولا الطفل الديابات الاول ما فيش اسمه يعني بيصير متل اللعبة لقاله تسع سنين وعشر سنين يعني هون عم نحكي عن مبلغ زهيد مقارنة مع المصروف ومقارنة مع الراحة النفسية وانتش الجسم عم يتجاوب مع هل الانسلين وشغلة كمان خلينا نوضحها للمشاهدين انه هي المكنة الانسجات اول شي شغل ناظرلند مكفولة على فترة سنتين كل الاكسسواريات موجودين النوزل تتغير كل 14 يوم او كل 56 حقنة عندي كل الادابتور بيتغير مرة بالشهر مش بس هيك ما بده انسلين خاص فيها يعني كل الانسلين الموجود بالسوق اكيد فينا نستخدم فيها بحدا شاهد ينعملوا الانسلين هون على الهواء هيدا دعوة دعوة للمشاهدين بلا شو يستخدمون يطلعوا اكيد نحنا يجربوه على الهواء هيدا بيفيدوا غيرهم كمانا وساعتا فينا نعمل فحص السكر لانه بيتصاصح فكمان هيدا دعوة للكم مشاهدين اللي بده يجرب الانسجات معنا اه يخبرنا ونحنا مستعدين يكون ضيف بحلقة وأكيد لمزيد من المعلومات كمان فيهم يتواصلوا معنا بعد الهواء نحنا منزودهم بكل ايزو ميديكل 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 ترجمة نانسي قنقر